أهلا بكم حلقة جديدة من تاتش سكريني وتحليل لمباراة الأهلي والمقاولين العرف في الجولة الرابعة من الدولة المصري واللي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة واحد لشيه خلونا نخش على طول في المباراة ونتكلم عن نجم المباراة الأول وهو أكرم توفيق واللي قدم مباراة معتادة منه كبيرة دفاعيا لكن كمان هجوميا دي بعض اللقطات والاستخلاصات لأكرم توفيق من المباراة دايما أكرم وهو في موقف واحد على واحد وعلى الأرض مميز جدا أكتر من لقطة صعب تعدي من أكرم توفيق صعب تعدي من أكرم توفيق مرة تانية أكرم توفيق طالما مرتكز برجليه على الأرض وحاطت المهاجم في وشه أو في ظهره صعب تعدي من أكرم توفيق الحالة الوحيدة اللي تقدر تعدي فيها من أكرم توفيق لو اللاعب مندفع أكرم توفيق هنا كان مندفع لقطة مش ألطف حاجة لأكرم ويمكن دي النقطة اللي محتاج يزبطها أكرم شوية اندفاعه بالكرة لأن زي ما شفنا اللاعب طولما هو مرتكز بشكل كويس جدا في مكانه صعب إنك تعدي منه أكرم كمان قدم مباراة هجومية مميزة جدا راجل هنا بيستلم بمنتهى الأرياحية الاستلام نفسه الجودة تحرك في المساحة الدريبل التزديد كل حاجة ممكن تاخدها من باك هجومي عصري قوي أكرم توفيق بيقدمها اللاعب بيتطور بشكل كبير جدا شفنا إزاي سجل هدف قدامه انتخب أنجولا ولحد الوقت مستمر في عملية التطور ده كان الكلام عن أكرم توفيق رجع الكورة برضو بشكل مميز جدا ده كان الكلام عن أكرم توفيق ومن أكرم توفيق خلونا نتكلم عن رقم غريب شوية بيظهر في الدوري المصري وتحديدا في المراوغات وأكتر اللاعبين في عدد المراوغات وإزاي بنشوف أن أول 30 لاعب في المراوغة مفيش ولا لاعب من النادي الأهلي رقم غريب أفشا بست مراوغات في الترتيب لـ 34 باللاعيب الدوي أكرم توفيق ست مراوغات ترتيب 36 أحمد عبدالقادر بست مراوغات في الترتيب 38 بيرستاو بخمس مراوغات بالترتيب 34 نقطة غريبة شوية أن الأهلي متصدر الترتيب ما يكونش عنده لعب في أول 5 أو 10 لاعبين في عدد المراوغات والسبب هنا مش في العناصر لكن يمكن شوية في طريقة اللعب خاصة أن بيرستاو هو واحد من أفضل اللعيبة المراوغين في الدولي المصري أو اللي بيمتلكوا القدرة دي على المراوغة لكن بيرستاو لحد الوقت مش بيظهر بالجودة المطلوبة مش بسبب القدرة لأنه زي ما قلنا هي القدرة دايما موجودة عنده أنه هو يراوغ لكن بسبب المساحة اللي بيلعب فيها وخلونا نشوف اللقطة دي إزاي بيرستاو منعزل نوعا ما عن منظومة اللعب أو الخروج بالكرة هنا الراجل ده هو بيرستاو بيحاول يتحرك يلاقي المساحة لكن عملية بناء الهجمة هو بعيد عنها الأدوار المطلوبة منه أنه هو يتحرك في مكان متقدم والفريق الخصم بيلعب به دفاع متأخر وبالتالي بيرستاو مش لاقي المساحة اللي يستلم فيها الكرة وفي نفس الوقت هو مش هو اللي بيخرج بالكرة هنا بيرستاو بيتحرك بيحاول يلاقي نفسه مكان مرة تانية لكن في النهاية بيرستاو مش بيظهر بالشكل المطلوب منه لكن في المقابل خلينا نشوف بيرستاو لما يستلم الكرة في مساحة أو يواجه الخصم بوشه هنا عمل الدريبل بشكل مميز جدا هيعمل الباص للسلية فرصة صنع فرصة بشكل مميز هنا بيرستاو مرة تانية لما يكون عنده المساحة اللاعب الدريبل قدرته على الدريبل بين اتنين لعيبة بياخد فاول بشكل مميز يبقى المشكلة مش عند بيرستاو أو في قدراته الفردية لكن المشكلة في المساحة اللي متوظف فيها بيرستاو من الاهلي هجوميا خلونا نتكلم عن الاهلي دفاعيا ومشكلة بتظهر نوعا ما عند دفاعي الاهلي لما يلعب أربع لعيبة في خط الدفاع أو يهاجم بكسافة كبيرة جدا وهي المساحات المتكررة اللي موجودة في دفاعي الاهلي لقطة دي من مباراة المقولين العرب وهي لقطة مكررة مكررة فيين في ودي دجلة من الدوري الموسم الماضي الكرة اللي سجل فيها ودي دجلة الهدف مساحة كبيرة جدا مساحة كبيرة جدا في دفاعي الاهلي مساحة مقررة بنشوفها مرة تانية من ماتش الانتاج الحربي الاهلي مساحات كبيرة جدا مساحات كبيرة الرجل ده خلاص خرج برا الجيم تمرير هتروح هنا للبدري هيسجل منها هدف المساحات دي مقررة دايما في دفاع الاهلي لما يكون متقدم بالنتيجة أو عنده أريحية أو بيلعب بأربع لعبين في خط الدفاع وما بيكونش فيه عملية ضغط بشكل مميز من النادي الاهلي وبنشوف المساحة دي خلونا نرجع مرة تانية للاهلي هجوميا والاهلي زي ما احنا عارفين عنده بعض المشاكل لما يقابل فريق بيلعب بلوب لك أو بيضغط من تحت لكن المسيماني دايما عنده الحل الحل في الكرات السابقة في الدقيقة 43 كانت ممكن تكون كورة هدف مرة تانية كورة الهدف لقطتين بتوضح ازاي المدرب مركز انه تنفيذ اللعيبة للكرات السابقة يكون بشكل مميز جدا وازاي اللعيبة تستغل لها والكورتين تنفزوا في نفس المساحة في عمق الدفاع وبالكلام عن الكرات السابقة خلونا نروح للقطة من مباراة المقولين العرب وهي لقطة محتاجة شوية تفصيل الراجل ده هوش لعب الكورة الفنت حلو خلونا نعيده مرة تانية عشان ناخد بالنا منه ونعرف اصله ايه هنا مقاولين الراجل عمل الفنت ورجع هدف طبعا ملغي الفنت ده اصله من شهر ونص بالزبط في مباراة نابولي هنشوف الحالة دي نفس الحالة تريبا الاثنين اللعيبة واقفين على الكورة في مباراة نابولي وفرنتينا الراجل برضو عمل نفس الفنت هوش وبعدين رجع تاني لعب الكورة على رأس موبولي ونادي نابولي سجل منها هدفه في المباراة بعد اللقاء ده اللي زي ما قلنا من شهر ونص اسباليتي المدير الفني لنادي نابولي طلع اتكلم وقال ان المساعد بتاعه هو اللي كلمه او قال له على التاكتك ده اللي نفزه قبل كده بروسيا دورتموند في 2018 بالضبط دي اصل اللقطة الفنت برضو جريرو هيعمل نفس الحركة هيهوش هيرجع تاني الناس مش متوقع ان الراجل ده ولا هيلعب خالص لعب الكورة وبروسيا دورتموند سجل منها هدف تاكتك في الضربات الحرة بنشوفه بينتقل من بروسيا دورتموند في ألمانيا لنابولي في ايطاليا للمقاولين العرب في مصر ده كان كل ما يخص مباراة الاهلي والمقاولين العرب وبإذن الله نقابلكو في حلقات تانية من تاتش اسكرين اشتركوا في القناة